اهلا وسهلا بكم مرة ثانية بتأملاتنا اليومية سعيدين بنكون وياكم فعلا هاليوم راح نتأمل بنعمة الرب ويا امرأة سيدة في العهد القديم واسمها هاجر هاجر كانت فاقدة الامل بسفر التكوين بالكتاب المقدس وصاح 21 والعدد 14 مكتوب فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبز وقربة ماء وعطاهما لهاجر ووضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت احد الاشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لانها قالت لا انظر موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت شغلة صعبة بيّنت في اربع اسطر سارة ترفض اسماعيل يلعب ويأسحاق والنتيجة طرد هاجر واسماعيل من البيت معهما قارورة ماء وخبز والطريق في البرية مكان جاف وبعيد عن الناس هاجر فقدت الامل بعد ما انتهى الميادة خلت الولد على مسافة عشرات الامتار على ما تسمع صوت البشي ولا تشوف شلون يسكت الطفل من البشي ويموت انا بصراحة اصلي واطلب من الرب انه لو احد بنا يمر بهذا الموقف اللي مرت به هاجر هاجر ما تسود هذا الشي بسبب القروه نهائيا ولا بسبب الغضب لكنها في البرية بعيدة عن كل العيون ومساعدة الناس مرت في كآبة وفقدت بلحظة كل الامل والرجاء لكن نشكر الرب انه كان يوجد عيون كان في عيون من الفوق ترى اسماعيل وتشوف امه هاجر المصرية والحدث من انتهى هنا بيجي الملاك وبيعطي الرجاء وبيعطي المي واسماعيل عاش وهاجر ايضا ما شافت موت ابنها بالطريقة اللي هي كانت بتوقع تشوفها فاقدت الامل والرجاء صار عندها امل ورجاء اللي كانت متر تشوف ابنها شلون ده يموت وبتعدت وتركتها شافتها ان شلون ده يكبر وده يكبر وده يحيا قدامها هاليوم انت وانتي ما ريدك تكون فاقدين الرجاء والامل في عيون من الفوق اللي فعلا بتشوف وبتدخل وبتفتح ابواب يا ابن السماوي هنا بنشكرك فعلا من اجل وجودك بحياتنا عيونك يا رب اللي ما تفارقنا دائما عيونك علينا وصلي باسم المسيح انه هاليوم ايضا نقدر احنا نفتح عيوننا ونرى اعمالك ونرى قيالتك ونرى مساعداتك ونرى يا رب انه انت فعلا مهتم بينا وبتحبنا باسم المسيح يسوع وصلي امين امين لا تفقد رجعك اشتركوا في القناة